الحمد لله الكريم ذلمنا على اشتغالي بفرود وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نقام عقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتحلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي عن التبعا على الذي من بمرار يغددا في السر والجر يكون مغددا هو الذي هاجل للمدينة بأمر رقي فصان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ورى الشفيع وعاله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داعي وعنش بك لا أليم منذ جذبتني إليك يا معين حناية منك إلي لتعين فقمت مجزوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجل شرواك فجلت لليوم بخير منني وقلتني إلى اقرفاء السنني من بعد ما كان امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس وقلتني الأمداء والإقراء أزهد في التعليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقل بذا شكر وذا توسلي بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسنعوا في سريع الأجمعا يا بر يا غفور يا عليم إني يا غمر طائب مريم يا بر يا رحمن يا وكيد إني كسول نائم أقول يا مالك يا خالق الأناني أمد هوايا قد لما ناني يا خالقي يا كامل الصفاتي لك اشتكيه كشرة الآفاتي وعندك الجلال والإقراء فنجني وأولني مراني منك أروم اليوم أن أكون بمن أقول غيرك الركون وأن أطيعك في نهج المصطفى سنته البيضاء يا من اصطفى يا غافر الظنوب يا غريب إني عبيد ها هنا غريب لهب ذاكر ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعى الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاة القاسم ولكشف الليل الهوى المهيمة بحرمة المحبوب إبراهيمة وليسف خير حلال طيب وخير جيرال بحق الطيب وصفني في بعض وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورق لي ترقية خفية ببكه رقية الصفية وقع ذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بسينبا وأمني بالخير والسلامة بهم بكل سوب إلى القيامة ولي يجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاء فاطمة صلي على أبيهم والآل وصحبه ولست جب سؤالي وقل أنيسي واحمي من الضرر ونجني من اعترار وقرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكلار ونجني والمسلمين من بلاد والتقي جسماني في قبل البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل هجابا بيننا وبين بل لئة وتفعنا الحينا يا الله يا نصير يا جليل إني حقير معظم ثلين فلتغمني بك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم وعرف سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ظنوبي وتحف العملي وليهب خيرهنا وأمني يا من على المكان والعرض إني ساكن هنا وبمرض فكن أليسي واشفني من الصقم حتى أكون سالكا حير لقم يا عدل يا مثل يا ويؤمنو أنت مجيري هنا يا مؤمنو فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وثلال يأمن على عن جوجة وعن ولب خذني وخذ جميع أهل ذا البلب واجعل إلهي مسكني كوبا أبب بسل اسمها بجاء خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاح وعائه وصحبه ذوي الصلاح وكل من خدمني أوزارا فنجيه واخفر له أوزارا وكل من أهبني أو مالا إلي فرزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فعب له الطوبة واستسلاما وكل من أسى أظنه بياه فليقلب ألبه يا ربيا واتكفني أذى جميع العالمين واتكفهم أذى يا ربي أمين واجعل بنا يا بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنا يا بناء علمين وعمل بسنة وحلمين واجعل بنا إلى بناء الارتداء ولتكفي عني كي تكوني سعتداء ولتكفي نبتهر أذى الشيطان وهزبه الباغين في الأوقات ولتكفي عني كل شخص لم يرده وجهك فاصرفه سريعا إذ يرده ولتصرفا جملة ما يفسد عنه يديه وعمده سريعا حيث عنه وتدخل المصلحة في يديه وفيه داري وصفتنه بالهاد الوفيه وأعلمي وأعلم من يعينني ولتكفي جملة ما يعينني ومسكني سلِّم من الفجاري وامل على الأهل بمالكاري واجعل ربي مننا معجله جالبا لبناء معجله يا حي يا قيوم كل يمجيه أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائده إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرا لهذا البلد ورزقه والتنفيه عن نكديه وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الحمزة بل يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتنيه وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والذكار والسوداني في الشرق والمغرب والبيضاني وشر ما في الأرض ضرًا وصماه من ظاهر وبادل اكتتماه أيها لطيف يا جريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح والتغرنا بفعل ما أحببنا والتكفنا عن فعل ما أبغطا ولا تكون مبدليا منا أحد دهرًا بما ليس يتيق يا صند وهب لنا القيسير والفلاحة في قلدي الدارين والنجاحة بجاهز اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلاد رد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير صلاة بها نعافق القيار والثقاء وهب لنا أفضل الذي آتانا وترك ما عفضه نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهي من نعوى وتفعنا كذبا ودهوى وتفنا الهوى وما لا يعني وبكذفا أهلنا يا مغني يالله معفرتك المؤمنة أوسعوا من ظنوب عاصم مهدلا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسفه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تواقفنا بسور الأدب وبالتجرر وكثر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نجو سواك كلنا تفضلا ولا تواقفنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفور وكن معيثنا من الوباء وكن لنازل من السماء وكن لما يظهر في الأرض وما بينهما يظهر يا رب السماء واجهر قلوبنا مع الجوارد للبر والتقوى بجاه الناس وصلياً أفكى صلاة دابعة عنا وباء من جلال مانعا عليه والآل بأفضل صلام وصحفه ومسكني خطيا صلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في التارين عني همى وطهر قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربيا واجعل يميني كصحابي في صفا ميمونة في شسة وفي رفا يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق ليسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقربي والآل والصحف وشهر رجبي جد لي بالتقديم والتصديقي بحرمة المقدم السفيقي ولي جد الحق والتوفيقي بحرمة الموفق الفاروق وليه السعادة التاريخ بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمام علي فبلي في الدارين سيطا يعتني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي مالي لا تزل ملاذا وصف يمي خالبا وخلبا ولي أفترقية وهبا وكن ولي في الحياة ولدا مودي وفي القبر وفي الحشر قدا لا تزل يا حبيد حاليا وحافظا وحاجما وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومطرفا بكل ما ينفعني وفي الكفاك وبسلك المزالك الخلاصي وتكفني عن جملة المعاصي وبسلك الرب طريق الأولياء أمن الجبائي المغنسين نصفيا وأولني سعادة لست أراه شقاوة من بعدها أو ضرراه ولتثبت الحبك في فؤادي وحب خير الخلق في تماديه وحب آلي وسعدي جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العقا يا أجبين توسني في المصطفى المنتقبين ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقات الهدى وتغرني بحب كل مسلمين ونجني من شر كل مجرمين وأغرني بتاعدي والتكفيني عن المعاصي وجميع الفتنين وتغرد الأغيال من فهادي وتلغد الأنوار في بهادي وكن معيني على ما يصلحه وتكفني جملة ما يقفحه وترني دقائق الأسرار من علمك النابع والأنوار والليا اليقين والعرفان والزوق والأخان والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلح الأمة خير مرسله وفر جمعهم جميعا يا علي وارحم وبارس معاك كلهم ونجيهم وتبهم واخفر لهم واجعل يا ربي من أعزم العباد عندك حظا ونصيفا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعالما واجعل مماتي راحة لي من نصبه ومن جوا ومن غراب ووصبه وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقبدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وصيرا ميسارا وناسكا علوكا تناله دار التقاء والعلم والدين ودار الارتقاء علوكا تناله دار التقاء والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عنادك مريد وملفعا لكل هاج المسلمين وملفعا عن كل عاج المجرمين وحاجة لمن بدء من ارتداء وهجة على مخالف الغداء ومدربا لطاعة الرهيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسكن لسبل اتباع ومدربا لسبل ابتداء ومسكن لجلب كل خير وسببا لفد غير الغيب وسببا لفد غير الغيب وسببا لفد غير الغيب وسببا لفد غير العيب ودور على فرزق وأمان ورحمة وسعاد كل أبان يا دامع الأسعى والأقدار بمستقربا كل سوء الغيب وفر لمن فنوكنا الرفي وفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من عانوا مولا بنائها الذي بفضلك اعتلا وفر لكل من بآخذ سكنا وللذي لها لخير الغيب ودع لنا تعدى الامتلال دورا ورحمة في الامتلال ورزقها جعل أطيبا الحلال في العزر والجزر على ثوالي وليجر فيه بعلم يمتعوه وربع للسيد بقلب يخشوه وليأكيد دعاء الاسموه مع القناعة من نفس تشمعه وزوجة سالحة تعينه على الضقى والجر يا معين واصل الكنبة سجلك أول علي مع جملة أهلي يا صمن وضع السراد قاتل افتك على داري وما فيها جميع المسكرات والبلغ للجميع في مكنوني حيبك واعجبنا عن الفتون مع الشرار القلق والرزايا والجن والشيبان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهون ومسكن دع المسكن الغفاني والرشد والعزان والرضواني ودار إغلاس وصدق وورا ودار سنة ومنجن من دعا وجعلوا دعف المسكن التعلمي وموضع الفكاد والتفهمي ومسكن الإرشاد والتعليمي ومسكن التصوير والتفهيني وجعلوا مسكن خروج من ظلمه وجعلوا دعف المسكن اتباعي بسنة الله مسكن ابتداعي وجعلوا يا رفي أحب مسكني في أعطنا لك وللمع السنين والتحمداري عن الخجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنا وطي شربها وأكلها وجعل هريمنا هريمنا منا وكن بعرضي كثيرا ضامنا وجعلنا الخير من الجهاد حسستي وكبها عن الخافاني خرني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعلم يا الله يا عطيب يا ذا الأمي يا بائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد ولا كذا بيعي ما أقايا وبهما عن اسف الرزايا وزم عذاب النار عن جملة من بيتعلق من ابناء الزمن وجملة الإقوال من أحاربه في الطين أو في الدين والأجالب فليكن حذما ودغما يا صمد تولني ولا تكنني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلم النصر مدا على محمد الوسيلة لك ولي أفضل الختام عندك وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهبلي الإجابة وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهبلي الإجابة وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهبلي الإجابة